السلام عليكم حكامنا يعيشون ويعشقون الكراسي يظنون أنهم خميرة في شعبهم وفي الحقيقة لا الشعب ينضج ولا الخميرة تبقى صالحة يخفقون في مسايرة الظروف السياسية أكثر مما يصيبون يخلقون فينا قلقاً واضطراباً وهلوسة تقدم وضاجعنا في ضافنا وخنوعنا وفقدان قرارنا نصبح خرافاً بلا حقوق نساق للمسلخ صامتين القادة الذين طبعوا مع إسرائيل أجبروا شعوبهم الرافضة التطبيع على الهوان والذين قرروا شق وحدة الصف في غزة فعلوا بالقوة ما أرادوا وصمت الشعب والذين قرروا المفاوضات سبيلاً للسلام مع الصائنا أجبروا شعبهم على توقيع اتفاقات مريرة وخروس الشعب والذين في هذه الأيام اجتمعوا بالإسرائيليين والأمريكان في العقبة وشرم الشيخ فعلوا مرادهم وتجاوزوا صوت شعبهم بعد حين اكتشف الذين طبعوا والذين فسخوا الصف الواحد والذين قرروا المفاوضات أن شعبهم كان على حق وهم على باطل لو كان حكمهم ديمقراطياً ما تأخروا ساعةً عن الاستقال والاختفاء ولو كنا نحن شجعاناً لو كنا نحن شجعاناً ما ثبتوا على كراسيهم ساعةً واحدة أيها الفلسطينيون عليكم أن تظهروا على حقيقتكم وتحكموا وتتحكموا في مستقبلكم وتتحكموا في مستقبلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته